الحقيقة يعني نقدر نقول خير الختام لأسبوع صباح دريم وفي نفس الوقت كمان قبل الأجازة إن شاء الله أجازة العيد كل سنة وحضراتكم طيبين للمرة بقى كان مش عرخة بس كل سنة وحضراتكم طيبين إحنا بنعيش أيام مباركة جدا جدا وأحلى حاجة فيها الدعاء يعني معروف طبعا أنا مش هقول مش هكلم في الدين وغير مؤهلة زالت لكن طبعا كلنا عارفين أن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد وإن ربنا قال لنا ادعوني أستجب لكم وقال كمان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعين يعني ربنا هو اللي بيقولوني ادعوني وأنا حستجيب فالأيام اللي احنا بنعيشها دي هو المفروض ندعي فيها ومعروف أن الدعاء هو مخ العبادة يعني بصوا إحنا مخنا هو الأساسي يعني الإنسان يعني لما بيموت مخه بيقولوا يمات إكلينيكيا فالدعاء هو مخ العبادة يعني ده أساسها حاجة مهمة جدا فيها النهاردة هنحاول يعني نعرف إزاي ربنا إن شاء الله يا رب إن شاء الله كلنا جميعا سواء بقى كان لهم حظ يكونوا على جبل عرفات أو اللي موجودين هنا إن احنا كلنا ندعي ونلح جدا في الدعاء وإزاي دي يبقى هذا الدعاء مستجاب إن شاء الله ربنا يستجيب مننا جميعا طبعا إحنا معانا الدعاء الإسلامية الأستاذة نهير إسماعيل أهلا بحضرتك وكل سنة حضاك طيبة وعيد السعيد علينا جميعا على مصر ودعواتك ودعوات كل الناس في الأيام المباركة اللي احنا فيها يا رب أمين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك يا رب يكتب هننا قريبا جميعا إن شاء الله عايزين نعرف بقى ندعي إزاي لأن فيه كتير جدا وخصوصا من إحنا وجيل الجديد ساعات نقول إحنا بنعرفش ندعي بنعرفش نقول إحنا عايزين إيه ندعي إزاي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة كثيرة الدعاء الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قصانا باليوم ده بالذات يوم عرفه خير الدعاء دعاء يعرفه خير الدعاء دعاء يعرفه يا رب ربنا يسجل منه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ففي وصية أو وصية بهذا اليوم خصيصا يوم عرفات الحقيقة أنت لما تتأملي عبادة الدعاء زي ما حضرك قلت دلوقتي الدعاء مخ العبادة في حديث أصح سندا منه وهو الدعاء هو العبادة يعني هو بطريقة مش بس مخها فالدعاء دعاء مخ العبادة يعني أعلى شيء في العبادة لكن الدعاء هو العبادة كل ما يعبقوا بكم ربي لو لا دعائكم فالخلط اللي بيحصل عندنا ويمكن دا يبنلك من فريدة الحج نفسها فريدة الحج نفسها بتعلمك الاستسلام لله لو تتبعت كده تاريخ البشرية سيدنا آدم من ساعة أما نزل من الجنة أهبط من الجنة وراح عرفات ونزل عليه كيف يدعو الله سبحانه وتعالى في عرفات قال إيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسرين تلقى آدم من ربيه كلمات فتاب عليه فسمي عرفات أو لأنه تقابل سيدنا آدم مع حواء هناك أو القصة الثانية إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان يوم التروية ومش عارف دي رؤية يوم التروية اللي هو قبل يوم عرفات لسه مش عارف دي رؤية حقيقية ولا رؤية منامية فعرفها وتأكد أنها حق في عرفة فسمي عرفات أو لأن سيدنا جبريل علمه مناسك الحج في هذا اليوم عرفات لأنك بتعرف حقيقة نفسك زي ما قلنا المرة اللي فاتت احتياجك لله سبحانه وتعالى فالدعاء هو حبل الوصل بينك وبين الله احنا قلنا الدعاء هو العبادة الذكر الهدف من الحج كله أن تذكر الله سبحانه وتعالى وإني زي ما بنقول على سيدنا آدم دلوقتي أول ما أهبط للأرض قال له اللهم إنك تعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما فيها فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي فربنا أعلمه أول منزل كمان كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بنتشوف وبنتفرج عليه أن المناسك كلها عبارة عن قصة حياته سواء في الطواف بين الصفاء والمروة زي ما ساب زوجته سواء وهو بيبني الكعبة تلاقي أن عبادة الدعاء كلها متجمعة بس كيف كان الدعاء المقبول كيف كان الدعاء المقبول هو ده المهم هو ده المهم إيه الدعاء المقبول الدعاء المقبول بداية فيه فرق بين الطلب والدعاء الطلب إن أنا بعوز منك حاجة بقولك من فضلك تحقق إلي الشيء الفلاني أمر بين واحد والتاني بين طرفين لو سمحت تعمل لي كده لكن إيه لي بيخليها تحول لدعاء حالة نفسية تعتري للطالب حالة نفسية إن يكون في بؤرة الشعور بتاعك يقضت القلب والمشاعر هذا الإحساس بالإضطرار والاحتياج الشديد لرب العالمين سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطرة بيجاوبك إمتى لما تكون مضطر المضطر دوت الفرق بين واحد وتاني أو بين العارف بالله وغير العارف بالله إن العارف بالله يقولك لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره هو مضطر على طول لأنه عارف نفسه ويعلم مقامه بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو دائما مضطر إنما للأسف بعض الناس يدعو رب العالمين سبحانه وتعالى في الضر حتى إذا إذا أدقنا إنسانا رحمة منا مرة كأن لم يدعونا إلى در المسه لا يعني يعني بعض الناس بتدعو رب العالمين في الدر ولكن أول ما ينفرج الأمر بيحصل إيه بيحصل إنه هم أما بينسى بينسى احتياجه رب العالمين سبحانه وتعالى صلى وصم أجل ما خلاص تقتل قد الأجل لا صلى ولا صم بالزبط كده فكان الشيخ الشعروي ليه تعبير جميل قوي بيقولك عارف الأب لما يدي ابنه متعود يديله مصروف أول كل شهر فبيستبقي العلاقة بينه وبين ابنه بأنه تعالى عشان هتاخد فيه علاقة دي بأن أنت محتاج مني حاجة فهديها لك كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بعض العباد يلجئهم بالابتلاء حتى يلجأوا للدعاء حتى يلجأوا للدعاء يحس يأدي إيه أنا محتاج لرب العالمين سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار وده بقى الفرق من واحد والتاني قال إيه حسبنا الله ونعم الوكيل طيب يبقى خلينا نرجع تاني إيه اللي يخلي الدعاء مستجاب وإيه اللي يخليك مرتاح وإنت بتدعي وإيه اللي ما يخليش في شك بينك في علاقتك بينك ومن رب العالمين سبحانه وتعالى قالولك الغرض الأول أو الفهم الخاطئ للدعاء إنك تعتقد إنك لابد أن تدعو ليجاب لك طلبك خلاص وفي السماء رزقكم وما توعدون فالقناعة الأولانية أو اليقين الأولاني اللي عندي إن الدعاء للعبادة وليس تشوفا وتشوقا بحسول المطلوب هو أصلا عبادة في حد ذاته أنا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين ليس لغرض تحقيق المطلوب وكأنك بتقول لرب العالمين إيه أنا أنت منحتني الاختيار يا رب العالمين وأنا أتنازل عن اختياري لأجلك طب دي معلش دي مش مش حاول فيها تعارب بس يعني بالنسبة لنا في الفهم المفروض أدعو أنا موكم بالإجابة أكيد ولكن ما نوع الإجابة قد تكون الإجابة أنا بجيب لك في بعض الحالات قد تكون الإجابة أن يمنع عنك الإجابة قد تكون الإجابة وعلى حسب الإجابة لم يحددها ما هو دي معنتها إيه بقى؟ أن هو يعلم وعسى أن تكرهه شيئا وهو خير الله وعسى أن تحبه شيئا وعسى أن تحبه شيئا وعسى أن تقول لكم فسبحانه وتعالى الفرق بين واحد والتاني إن أنا بدعي رب العالمين عشان أحقق طالما أنا باخد بالأسباب والدعاء من الأسباب إن توصلني لغيتي فأنا بدعي رب العالمين عشان يحقق لي اللي أنا عايزاه لكن وأنا بدعي بدعي لمجرد ودي بقى طبعا مرتبة عليها جدا لأنه بيقول لك في حديث تاني من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مقرتي السائلين إذن ده كده كده متحقق هيعطيك أفضل ما تسألي حيديكي باللي مش في بالك أصلا أحسن ما أنت طلبة بكتير جدا ولكن أنا بدعي لأن أنا من وجهة نظري أنا ده اللي أنا عايزاه يا رب العالمين لكن سلمت أمري إليك وفوضت أمري إليك فبحقق مفهوم العبادة لكن عايزة أحقق فإنك بأعيننا أنا في معيتك يا رب أنا في عيازك أنا في جوارك نفس مفهوم الحج لما بتروح تحجي رب العالمين سبحانه وتعالى وتخشي على الملك كده عند بيته وتخشي عند الملك كده وتشوفي إنك واحد لا تساوي ذرة ولا هباء في الكون وتحس قد إيه هو غني واحد كان قدام النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يصلي فسيبنا عمر طبعا عايز يدخل يضرب عنق على طول فإلحق رسول الله بص ده فقال له إن الله سبحانه وتعالى لغني عن صلاة فلان له ملائكة قياما يقولون سبحان ذي العزة والجبروت وركوعا يقولون سبحان ذي الملك والملكوت وسجودا يقول سبحان الحي الذي لا يموت إلى قيام الساعة ومش محتاج مش محتاج صلاة مش محتاج حتى لما بينقص عدد التواف اللي حواليه بيت الحرام بيطوف بإزاء البيت المعمور يكمل العدد من الملائكة سبحانه وتعالى فالأصد إن انت تعرف إن هو ملك خلاص فالملك غير محتاج لكن أنا اللي محتاج أدعي لك يا رب مع يقين التام إن انت تعلم هو ده بقى اليقين ادعوا الله وأنتم يقولون بالإجابة ما من داع يدعو بدعاء ليس فيه إث ولا قطيعة رحم إلا كان له عند الله ثلاثة خصال يعني هو أكيد استجاب في كل الأحوال هو أكيد استجاب خلاص ولكن إما أن يعجلها لك في الدنيا أو يتدخلها لك في الآخرة أو يصرف عنك من السوء مثله انت دعاتي الملك سبحانه وتعالى فعشان كده بقولك الدعاء عبادة في حد ذاته ولكن سلمتي الأمر لله لو في خير يا رب هتعجلها لي أو انت شايف إن أهم وأحسن وأفضل إنك تاخدها هناك حتى يتمنى العبد ألم يكون استجيب له دعاء في الدنيا أو يصرف عنك من السوء مثلها لإن كان من واحد رب العالمين خلى بينه وبين دعوته حتى إنه يقولك إيه اقضوا حاجته فإني لا أحب أن أسمع صوتها في واحد تاني رب العالمين بيحب أنت متخيل الملك يحب يسمع صوتك أخروا حاجته فإني أحب أن أسمع صوته عايز يسمع صوتك هانا صهر الحراس لما علموا أن أصوتهم بمسمع من الملك وهم حاولين الأسر كده يعني مش مدقين أنهم صحيح لأصل الملك سمعني سبحانه وتعالى فإنت في حجك أو أنت هنا هندعي رب العالمين سبحانه وتعالى ونحن مؤقنون بالإجابة ولكن هنسلم حظنا لإرادة الله لأنه هو بيقول لك ومن أراد مرادي أردت ما يحب لا إله إلا الله ومن أراد مرادي طب ليه أنت يا رب العالمين عايزني أعوز مرادك أنت بصي قد إيه جمال رب العالمين لأنه هو أحكم منك لأنه هو أعلم لأنه هو أرحم فعشان كده عايزك تعوز اللي هو عايزه لأنه هو يعلم ما يصلحك أكثر مما تعلمي أنت عن نفسك عشان كده دي بقمة التسليم هل كان سيدنا إبراهيم وهو بيقول علمه بحالي يغني عن سؤالي لما ألقي في النار هل كان يعني يتكبر على البلاء بتاع رب العالمين سبحانه وتعالى ده كان سيدنا علي رضي الله عنه يخش عليه وهو يتقاوى فبيقول له تتقاوى وأنت أبو الحسن يقول إني لا أشجع على الله يعني هتشجع هعمل شجاع على رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتكبر على البلاء ولكن يسلم الأمر لله عشان كده عبادة الحج كلها من حسبنا الله ونعم الوكيل وهو بيقولها من هو سايب السيدة هاج ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير زي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أباتة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم إيه يشكرون شوف سبهم ورح يدعو برضو وهو يبني البيت دعب إيه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا شايف الدعوات مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وقرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التهوي الرحيم والأهم ربنا وابعث فيهم إيه رسولهم شوفي بقى حال سيدنا إبراهيم وهو شايف إجابة دعوته فين شاف فين إجابة الدعوة دي في البيت المعمور في المعراج شاف مين شاف حبيبه الله اكتحلت عيناه برؤية نتاج دعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعا وهو بيرفع القواعد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم شافها فين فوق شاف إجابة الدعوة فوق إذن حظي من إجابة الدعاء أو حظي من إجابة الدعاء إن أنا أحقق العبودية لله لكن هو يعلم طلبك قبل أن تنتقه يعلمه سبحانه وتعالى يعني مش محتاجة أن أنا يبقى عندي طريقة معينة ولا كلام معين أبدا أو نصيغة معينة أبدا هو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا زي ما أنت تسألي كده أقريب أن ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعين إذا دعين بس إيه الشرط بتاحه فليستجيبوا لي دخل نفسك في منطقة التكليف وليؤمنوا به لعلهم يرشدون يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى قال لك ليكن دعاءك عبودية بعد ما أنا قصدت بالدعاء العبودية والتسليم التام لله تاني خطوة أعملها الإلحاح في الدعاء الإلحاح الإلحاح إن الله يحب الملحينة في الدعاء وميحبش رب العالمين نقول دعوته فلم يستجب لي دعوته فلم يستجب لي مشكلة أن أنت بتفتكرها إنك إيه يعني أخد ورد أنا دعيت رب العالمين فبعد عد بقى النهاردة بكرة وبعده ليه تأخر علي الطلب فأنا فهم منظومة الدعاء غلط لأن نظام الكون مبني على توقيتات مبني على الرفق بالخلق مبني على الرحمة رب العالمين بيقول إيه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقد يأليهم أجلهم أنت شعايزة تعجل الأمر لنفسك لها ممكن يعجلك بنفس اللي أنت طالبا وقد يكون فيه شر لك أو يكون فيه سوء لك فمن رحمة رب العالمين أن يؤخر هذا عجل طب أخيرا بقى فضل الصيام عرفات طبعا الصيام عرفات دوت عشان إحنا لغير الحاج عشان تلحق به الناس اللي هناك عشان تبقى معهم على نفس السؤال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عباد من يوم عرفة وإن الله ليبنو ثم يباهي به من الملائكة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألي أهل الموقف خاصة قال بل المسلمين عامة يعني إحنا دخلين من باب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيام يوم عرفة هيكفر لك السنة التي قبلها والسنة التي بعدها مفيش أكتر من كده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحبي إلى الله من أيام العشر يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر لا إله إلا الله فإنت مطلوب منك أن تختنم وإن حتى جيت في الآخر وإن حتى هتبتدي من دلوقتي تقرب إلى الله بقدر ما تستطيع تقرب إلى الله وليكن هدفك الوصل الوصل في أدب اسمه أدب القرب زي ما بيباهي كده وتجلى على العباد إيه أدب القرب إن أنت بصيت لرب العالمين فلقيت هو الشافي ولقيت هو الكافي ولقيت هو المدبر فسلمت أمرك لله النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في عرفة ويستطعم كاستطعام المسكين كده النبي صلى وسلم كاستطعام المسكين ويدعو دعاء الغريق صلى وسلم يقوله رأينا عضلاتة وترعدان عليه الصلاة والسلام من كتر التذلل لرب العالمين وكان يدعو وهو يرمي الجمرات بمقدار سورة البقرة صلى الله عليه وسلم شايفة طول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد أفضل للخلق أيوة يدعو كل أيوة حتى إنه نهاية دعا لأمته جميعا دعا النبي بشرة عشية ليلة عرفة فقال له يا رب اغفر لأمتي فقال له إلا من ظلم حقوق العباد أو من أكل حقوق العباد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوب خيرا من مظلمتك يعني إيه دي دال غالبا دا لكن دعا برضو حتى للظالم إنه هو ربنا يعني يختل ابتسم ابتسمة كبيرة صلى الله عليه وسلم فقال له لأضحك ناصنك لما تبتسم يا رسول الله قال لما رأيت من استجابة الله لدعوتي فرأيت الشيطان يحثو على وجهي التراب فأنا رؤية أحقر وراء أصغر من يوم عرفة ربنا يتقبل منا جميعا نعم ربنا يتقبل منا كل سنة حداك طيبين وإحنا طبعا هنكون في أجازة كصباح دريم في أيام عيد الأضحى هنشوفكم بعدها إن شاء الله ومرة أخرى بشكر حضرتك شكرا والختام بقى بالدعاء ربنا يتقبل منا جميعا يا رب إن شاء الله آمين 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 يا تواب يا رحيم يا كريم يا ودود اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك سيد الخلق أجمعين اللهم يا رب العالمين نسألك أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين إليك قصدي رب البيت والحجري وأنت سؤلي من حدي ومن عمري وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي والهج جسمي الذي يغني عن الجزري ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم والماء من عبراتي والهوى سفري يا الله ندعوك دعاء البائس الفقير ونستجير بك يا رب العالمين نستجير بك يا رب العالمين ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه لا تجعلنا بدعائك أشقياء نسألك نظرة منك في يوم عرف يا رب العالمين يا كريم يا حليم يا من تقبل المعذرة اقبل عذرنا يا رب واكتب ثوابنا ما حجيجك يا رب العالمين نسألك مغفرة لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا بيت صحائفنا بيت صحائفنا بيت صحائفنا يا رب يا رب يا من قلت إنما الصدقات للفقراء والمساكين تصدق علينا واغفر لنا وتجلي على قلوبنا نسألك أن تتجلى على قلوبنا يا رب العالمين وأن ترحمنا وأن ترحمنا وأن تهب المسيئين مننا للمحسنين هب المسيئين مننا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا معية حبيبك المصطفى يوم الدين اللهم يا رب العالمين يا من تقول لحجيج بيتك يوم عرف أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم نسألك أن تغفر لنا كما تغفر لهم برحمتك وبمنك وبفضلك يا الله رفعنا أيدينا إليك يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فلا تردهم خائبتين وقفنا ببابك يا ملك ولذنا بأعتابك يا جواد فأعطنا ولا تحرمنا أعطنا ولا تحرمنا أعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السكينة على مصرنا اصلح أحوالنا دم علينا النصر والتوفيق دم علينا النصر والتوفيق وجعلنا إخوانا متحابين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على حبيبك رسول الله